أبو محمد يسأل عن الدعاء يوم عرفة يقول متى يبدأ؟ أبو محمد بارك الله فيك صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي ونا قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وبالنسبة ليوم عرفة هو من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان يستغل هذا اليوم من طلوعه إلى غروب شمسه بكثرة التمجيد والتقديس والتعظيم لله عز وجل وكذلك الدعاء وهذه فرصة للإنسان أن أيضا يصوم يوم عرفة نبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صيام يوم عرفة يحتسب فيه على الله عز وجل أن يكثر الذنوب سنتين كاملتين السنة الماضية والسنة الباقية والمقصود بأن هذا اليوم يوم عظيم ويوم طيب ويشترك غير الحجاج مع الحجاج في الأجر والثواب فصيام يوم عرفة للحاج مكروه أما غير الحاج فهو سنة وأما الدعاء أخي الفاضل فتستغل الوقت كله يعني مثلا في يوم عرفة كلما وجدت وقتا دعوت الله وأيضا عظمت الله بآذة التسبيح والتهليل والتكبير وأيضا لا تنسى التكبيرات المطلقة والمقيدة من فجر يوم عرفة ترجمة نانسي قنقر